طولة دوري أبطال إفريقيا كان معاك مجموعة كبيرة جداً من اللاعبين الكبار جداً طبعاً كانوا نجوم عنك بركات أبو تريكا جمعة تريكا وبركات وجمعة ومتعب وفاتحي وكل كل كل سيد معاوض مجموعة كبيرة جداً وعشوره كانوا تقريباً في النهاية وليد سليمان عبدالله السعي كل 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 المجموعة الأولانية دي تحديداً أنا بتكلم عنها أنا كانت في نهاية جيل يعني نهاية جيل بيحاولهم معظمهم كان عايز يبطل تقريباً يعني احكي لنا برضو إيه اللي حصل في الوقت دا بركات قال لي تحديداً محمد يوسف كان له دور كبير جداً وقعد يقنعني كتير جداً أنا كان نفسي بركات يكمل وعدت معاها عادت معاها كذا قاعدة بركات لما أنا مسكت في شهر خمسة فكنا مكملين الدورة إسلام ولما كملنا بركات لعب معايا ست مطشاط عالميين كسبنا انبي خمسة واحد هو جايب جونين كسبنا تلفونات بنسويف اتنين كسبنا المحلة كسبنا ودي دجلة سوري جونة أربعة عمل مطشاط عالمية وبعدين فجئت كان أميها الأحداث السياسية وكده طلع القرار بإلغاء الدور ساعتها فما بقاش قدامنا غير بطولة أفريك لقيت بركات جاي قال أنا عايزة بطل وأنا هبطل يا بركات يهديك يرضيك مفيش قلت له طب بس سيب الموضوع ده وروع كده ونبقى نتكلم بعد يومين أنا فاكر كان تاني يوم أجازة وهنتمرن تاني جالي قلت له أنا مش هسيبك تبطل أنت أولا قادر فنيا وقادر توقف عن رجلك وانت لو مش قادر أنا والله هيقولك بس أنت كنت قادر ما شاء الله وبكرايت يلعب طرف يمين يلعب تدخلوا في وسط الملعب استحواز وتدخلوا في جزء من المباراة تحطوا مثلا في وسط الملعب استحواز غير عادي زكي جدا فقلت له قلت له يا بركات أنا مش عايزة إذا كنت إنت قال لي أنا خلاص بقى عايزة يعني مش قادر قلت له إنت مين قالك مش قادر إنت لو مش قادر هقولك مش قادر والله العظيم إنت قادر وهائل ويا سيدي أنا دايما اللعيب لما بيجي في الأواخر لازم ترعيه في الحتة التدريبية شوية يعني مثلا عامل إنت جزء بدني وبتاع ممكن هو ما يعملش الجزء كامل ممكن يعمل جزء آه 80% 70% وطلع أمره آه بركات كمان في حتة بركات سريع فأنت عامل تمرينات سرعة بتدخل اللعيب هو سريع أساسا آه تدخلوا فول التمرين كله بتاع السرعات لا ممكن ياخد 50% منه لأنه هو كان بطبعه جسمه مش بيزيتش فآه تبص ليه لغاية آخر يوم كان في الملعب كان سريع لما بيعمل سبرينت في أي مرتدة أو سرعة أو تحصل الكرة في مساحه في مساحه كان عنده العشرة متر دول غير عاديين عاد تكلمه وكلمه وهو قال لي طب خلاص طب سيبنا فق قعد 3-4 يوم بعدين جاء قال لي والله مش قال يا عم بركات يهديك يردي مفيش لغاية ما يعني مش عايز أقولك قال لي أنا أنا متدائق جدا بس أنا نفس أكمل معاك وكده وبتقول له عندنا بطولة أفريقيا وإن شاء الله نرجحها يعني نكمل ونحتفظ بيها كان كابتا حسان بدري واخدين بطولة 2012 من الترجي وعايزين نكمله بتاعه بس ما يعني شعيز أقولك زائلت جدا زائلت جدا جدا وأنا قلت له حتى قلت له بص لو أنت بتفكر في أي مشاريع أو أي بلان هتتعمله ممكن تعمله بعد كده أنت ممكن تعمل أي حاجة بعد الكورة إلا أنك ترجع 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 كورتين كان دايما كابتن حسن حمدي ربنا نديله الصحة كان عنده الرؤية وكان يقولك أي حاجة ممكن تعملها عايز تعمل مشاريع عايز تسار عايز تسافر عايز تتفسح عايز تعمل أي حاجة بعد ما تبطل بعد ما تبطل الكورة إنما وإنت بتلعب كورة خليك مركز في الكورة فبس هو كان واخد قراره وبطل أبو تريكا بقى تريكا بعد بعد بطولة أفريقيا برضو يمكن مبارات نهاية أفريقيا كان واخد القرار فبطلو كاس علم الأندية كاس علم الأندية في المغرب يعني هو كان عايز يبطل بعد بطولة أفريقيا قال لي خلاص أنا هلعب كاس علم الأندية فجينا بقى كاس علم الأندية وإحنا هناك حتى معاه بعد مبارات جوانزو خسرنا مبارات جوانزو تقريبا على مبارات نهاية أفريقيا إحنا عندنا السوبر هو مصمم قال لي خلاص أنا كده خلاص واخدنا بطولة أفريقيا والبطولة دي كانت حطتنا متعدلين مع برشلونة فأكثر أندية العالم فوزا بالبطولات القرية 18 لقب قدام 18 لقب يقولوا بص بقى عندنا هدف أنا بقى جددت تاني جددت الطموح تاني وجددت الأهداف تاني وجمعتهم بعد بطولة الأندية قلت له محن لازم نشتغل في الدوري بشكل قوي جدا عشان عندنا بطولة سوبر مع الصفاكس التونسي لو خدناها نتوّد بأكثر أندية العالم فوزا بالبطولات القرية 19 لقب وكلمت أبو تريكا في الحتة دي قلت حط له هدف وبتاعه وكده مش عايز قال لي خلاص أنا كده تمام هو كان حبيبي برضو الأحداث أياميها والدنيا ما كانش خلاص ما عندوش رغبة يعني بس طبعا مشيت بقى بالفرقة كملت بي برقات بطل وبطريقة بطل مشيت بقى بقية الفرقة جمعة كامل جمعة كامل أردنا العطشان واشتغلنا وعمد متعب كان رجع من الإصابة جاب جون حلو أهو في منتيري مخسرنا من منتيري في كاس عماندية بس جاب جون حلو أهو وبدأ عمادي يحط رجله وكان بقيت التيم بشكل يعني عبدالله الصعيب بقى دخلته رقم عشرة ووليد سليمان وبدأت أحط الفرقة في الوقت ده مع الظروف والتعاقدات وما كانش فيه برضو السبونسور وما فيش الرعاية والدوري وقف كانت الظروف صعبة يعني جبنا موسى إيدان تقريبا من القطن الكاميروني اللي عم قصادنا في القطن الكاميروني خدناه بس تقريبا وجبنا عبدالزاهر أحمد عبدالزاهر من ليبيا بس وولعبنا الدوري ودخلنا بقى على المباراة الصفاكسي التونسي ثلاثة اتنين في استاد الكاهرة حضور جماهيري غير عادي وصفاكسي التونسي كان